أول خبر معايا النهاردة من الصين في فترة اللوكداون وفترة العزل كل العالم يعني عانى منها ومر بيها أثناء كورونا كان فيه راجل صيني صاحب محل عنده طفل بيعاني من مرض نادر جدا وهو حاجة ليه علاقة بنقص النحاس في الجسم والولد ده محتاج ياخد دوة معين مستورد مش موجود والراجل تعب جدا جدا ولف على صيدليات كتير عشان يلاقي الدوة ده وفشل فشل زريع لان انتو عارفين من الاستيراد وقف من البلاد لبعض يعني كان فيه قصة كبيرة جدا وحتى المواد الخام المستوردة ما بقتش تيجي فالأدوية ما بقتش تتصنع كمان الأدوية اللي بتعتمد على المواد الخام دي فالولد كانت ظروفه صعبة وحالته صعبة فقرر الراجل ده ايه الاعراض بقى عايزين تدور عليها ما عرفش اسمه حتى اسمه المرض اسمه لوانا بنطقة صح مينكس الناتج عن نقص تمثيل النحاس في الجسم فالرجل ده قرر انه هو يحاول يساعد ابنه بشدة طرق فبدأ يدرس اونلاين طرق تركيب الأدوية والصيدالة عاملة ازاي والمواد الفعالة وايه المادة الاساسية اللي بتخش في الدوة اللي مهمة عشان قطر ابنه المهمة وبدأ ايه يزاكر 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 وبدأ ينزل يشتري شوية أدوات وحاجات وعمل معمل صغير حبيب يسا لا بس بصوا بقى القصة تبدأ من هنا قصة تبدأ من هنا عمل المعمل ده وصنع الدوة ده عمل ايه اول ما صنع الدوة جربوا الاول جرب الدوة ده على الحيوانات ما عايز يعرف ايه عشان يتأكد اذا كان مدر مميد حتى لو مش حيفيده بس مش حي عدوا الحيوانات من الموضوع بعد كده حقل نفسه هو بالدوة ده عشان يشوف رد فعله هو ناحية الدوة عايز يتأكد ان الدوة مش مميت لانه الدوة فيه مادة فعالة اسمها استدين النحاس المادة دي اسمها استدين النحاس غالبا دي بيور نحاس او حاج كده انا مش فهم فهو خايف جدا لا يكون التركيبة اللي هو عملها مش خطيرة فحقل نفسه فلقى نفسه عد عمل ايه اخد القرار الشجاع وقرر انه يحقن ابنه بالدوة ده رجل عمره مش تغل صيدالي ولا طبيب ولا يعرف حالي لكن قعد درس زي ما انت بي تقولي حقن ابنه واخدوا على المستشفى فورا عشان لو فيه اي حاجة عشان لو فيه اي حاجة يلحقوا والحيان هم في المستشفى عملو له تحييل وحطوه تحت الملاحظة عند الاب ده اللي اخترعت دوة في البيت عنده اهو الولاد مع ان المادة الخام مش عنده مع ان المزاب يا حبيبي يا حبيبي ده صغير قوي ياه بس بص الاخلاص بص ايه ده بص الحب الحب والاخلاص بص قد ايه يا ولاد الابهات والامات بيعمل بالزبط